ومن أربيل المشاهدين معنا كاروخ خوشناو عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس معهد البحوث الأمريكية الكردية سيد كاروخ أهلا بك مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة برأيك كيف سيتم حل المشكلة الراهنة الجديدة بين الإقليم وبغداد بأي اتجاه سيكون الحل نعم تحياتي لك أستاذ محمد الحيدري ولمشاهدين قلات الحرة باعتقادي الحل هو الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار مع الحكومة المركزية وهو الحل الوحيد يعني ربما هذا وسيل للوصول إلى حل نحن نسأل عن الحل الحوار هو إحدى الوسائل للحل لكن ما هو الحل؟ هل سيسلم الإقليم عائدات النفط كما تريد بغداد حتى ينتهي الأمر؟ يعني كيف سيتم الحل؟ نعم الحل هو الرجوع إلى تطبيق الدستور بحذافره لأن هناك اتفاقات مسبقة يعني هناك اتفاق حكومة إقليم كردستان مع حكومة المركزية خاصة حكومة الكاظمية حتى نهاية هذه السنة على الحكومة المركزية أن يدفع مبلغا من المال قدره 320 مليار دينار أراقي ولكن هذه القانون الذي كسر باعتقادي كل التوافقات والاتفاقات بين الإقليم والمركز يعني هذا عكس البناء العراق على ثلاث المبادئ الرئيسية وهو التوازن والتعاون والشراكة ولهذا باعتقادي حكومة إقليم هو حكومة إقليم حاضرة لبدء حوار بين المكونات الرئيسية على مستوى الحكومي وعلى مستوى السياسي في بغداد وهذا القانون هو عكس كل التوقعات الشارع الكردي لأننا كإقليم كردستان حتى الآن جزء من العراق وعلى الحكومة المركزية واضح جدا أن يتعامل الإقليم كجزء من العراق وليس خارج العراق نعم سيد كاروخي البيان الصادر عن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لو تقرأه بطريقة دقيقة ستجد أن هناك لوما من الاتحاد الوطني على حكومة الإقليم يدعوها إلى تنفيذ فحوة ما وصفه بفحوة الاتفاقات مع بغداد أين قصرت حكومة الإقليم برأيك؟ هناك حقوق وواجبات كما أن هناك حقوق لإقليم كردستان وحكومة إقليم على بغداد أيضا هناك اتزامات وواجبات على حكومة الإقليم يجب أن يرتزم بها تجاه بغداد ولكن هناك اتفاق مسبق حتى نهاية هذه السنة والجلوس على كافة النواحي بماذا لم تلتزم حكومة الإقليم سيد كاروخ؟ خلينا بالموضوع لو سمحت نعم حكومة إقليم ملتزمة بالتعاهدات وبالتوافقات والاتفاقات التي وصلت مع حكومة الكاظمي ولكن هناك اتفاق قصيرة أمد حتى نهاية هذه السنة وهناك اتفاق لجلوس مرة ثانية بعد إصدار موازنة 2021 ولكن قاموا ما قاموا الكتل السياسية في برلمان العراقي ولهذا باعتقادي هناك أرضية لدى حكومة الإقليم وهناك قناعة بأن يجب أن يلتزموا كلا الطرفين بالاتفاقات المبرمة بينهما نعم بخصوص حكومة إقليم كردستان أنا مصر أن توضح لي ما ورد في بيان المكتب السياسي للاتحاد الوطني هو يدعو حكومة الإقليم إلى تنفيذ فحوى اتفاقاتها مع بغداد كأن الاتحاد الوطني يريد أن يقول أن هناك بعض الأمور لم تلتزم بها حكومة الإقليم أرجو أن توضح هذا الأمر لو سمحت هناك يمكن هناك عتاب ضمني لدى الاتحاد الوطني الكردستاني لحكومة الإقليم وخاصة بالنسبة لالتزامات حكومة الإقليم لواردات النفط وأيضا الضرائب وواردات الحدودية ولكن الاتحاد الوطني أيضا جزء مكون من حكومة الإقليم ولهذا حكومة الإقليم ككتلة واحدة حاضرة في حكومة بغداد على أساس تطبيق الدستور واضح جدا من أربيل كارو خوشناو وعضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك